دائرة تشغيل عكسي اوتوماتيك بين اضاءة الحمام والسخان والشفات. يعني لما حد يعد من قدام الحساس الحساس بيكون داخل الحمام. لما حد بيدخل الحمام الحساس ده بيشغل عندي الاضاءة وفي نفس الوقت الشفات بيكون برضو داخل الحمام وبيفصل الكهرباء بتاعت السخان. فتعالوا ندخل في التفاصيل. بداية او بداية اي توصيل بيكون من لوحة الكهرباء. فانا هاخد خطين من لوحة الكهرباء خط خاص بيه السخان وخط خاص بيه الحمام او اضاءة الحمام معه الشفات. وطبعا الخط بتاع السخان بيكون مقطع السلك بتاعه اكبر من الخط بتاع الحمام عشان خاطر طبعا السخان انبيره كبير. واي حاجة عندنا بيكون الانبير بتاعها كبير بيكون لها خط لوحدة. طيب بعد ما هناخد الخطين بتاعنا هنروح لاماكن التوصيل. فانا عندي دي كده كل اجزاء الدايرة بتاعتي. عندي خطوط الكهرباء. خطين. وعندي الشفات واللمبة دول هيكونوا داخل الحمام. وعندي الحساس. وعندي وكونتاكتور. وكونتاكتور عندي هو اللي هيغزيه لي السخان. هنبدأ الاول بيه الخط بتاع السخان وهنجيب الكهرباء بتاعته هندخلها على النقاط الرئيسية في الكونتاكتور. وهنخرب من النقاط الرئيسية على السخان. ودي كده بكل بساطة الدايرة بتاعت السخان. او توصيل بتاع السخان. احنا فاهمين قبل كده الكونتاكتور بيشتغل ازاي? لما بوصل التخزيه على اي واحد واي اتنين الكونتاكتور بيخرج لكهرباء. من بيقفل النقاط الرئيسية ببعض. فبيخرج كهرباء. طيب. على الوضع ده كده الكونتاكتور مش هيخرج الكهرباء اللي ما نوصل كهرباء على اي واحد واي اتنين. الكهرباء بتاعته بقى مش هتيجي من نفس الخط بتاع السخان. هتيجي من الخط التاني بتاع الاونارة. تعال نشوف بقى توصيل الخط التاني هيكون ازاي? الخط التاني اول حاجة هنوصلها عندنا هي النيوترال. فانا عندي النيوترال هوصله لاجزاء الدايرة بتاعتي كلها. اللي هو ايه? عندي الشفاط هيوصله. واللمبة هيوصلها وعندي برضو. هيوصله وعندي الكونتاكتور هيوصله هنوصل لهم كلهم. النيوترال بتاحهم. كده احنا وصلنا الأجزاء الدايرة بتاعتي كلها اللي محتاجة نيوترل وعندي طبعا بعض الحساسات بيوصل لها نيوترل فلو انت مستخدم الحساس اللي هو بيوصله نيوترل هتوصله هو كمان طرف نيوترل مستخدم حساس ما فهوش نيوترل يبقى مش هتوصل لنيوترل تعالوا ندخل بقى على طرف الكهرباء هيكون ماشي ازاي خش بالكهرباء الاول على الحساس ومن نفس الدخل بتاع الحساس هوصل على النقاط بتاعة الرليل وهنا بقى هنفهم الرليل طبعا احنا فاهمين بردو ان الرليل ليه طرفين تغزية اللي هو تلاتاشر اربعتاشر اللي هم المصمرين دول احنا اصلنا على واحد فاضل الكهرباء تمام? الكهرباء بتاعته هتوصله من الخرج بتاع الحساس ولكن انا هنا موصل قهرباء من نفس الدخل عشان خاطر تغزيلي السخان في حالة ان انا مفيش اشارة اصلا رايحة ليه الرليل عندي بيبقى ليه طرفين تغزية والاطراف التانية بتبقى نقاط فانا هستخدم ايا كان بقى الموديل بتاع الرليل فانا هستخدم من الرليل نقطة مفتوحة ونقطة مغلقة انا عندي هنا الرليل دوت في نقطتين مفتوحين ونقطتين مغلقين فانا هستخدم من الرليل دوت نقطة مفتوحة ونقطة مغلقة فقط اللي هو ايه رقم تسعة اللي هو دوت ده كومان مفتوح مع رقم خمسة اللي هو دوت ومقفول مع رقم واحد اللي هو دوت هم دول اللي انا هستخدمهم كنقاط في الرليل النقاط التانية انا مش هستخدمها فانت لو جبت رليل في كومان ونقطة مفتوحة ونقطة مغلقة ده يكفي. تعالوا نرجع تاني بقى لعملية التوصيل. فانا وصلت كده من من نفس الكهرباء اللي دخلها ليه الحساس كهرباء على النقاط بتاعت الرليل. طيب التغذية بتاعت الرليل هاخدها من خرج الحساس بالشكل ده. فاضل عندي ايه? فاضل عندي خرج النقاط بتاعة الرليل. هاخد خرج النقطة المفتوحة. هوصلها على الشفات والاضاءة بالشكل ده. فاضل عندي تغذية الكونتاكتور هاخدها من خرج النقطة المغلقة على الكونتاكتور. بالطريقة دي كده الحساس مدام مش مخرج كهرباء على الرليل. فالتغذية بتاعت الكونتاكتور هتكون وصلة لها والسخان هيكون شغال. في حالة ان حد دخل الحمام. فالحساس هيبعت اشارة ليه الرليل. الرلي عندي هيفتح المقفول وهيقفل المفتوح. فهيقطع الكهرباء عن الكونتاكتور بتاع السخان وهيفصل السخان. وفي نفس الوقت هيبعت كهرباء للحمام اضاءة الحمام والشفات. دي كده الدايرة بتاعتي. ممكن حد يقول لي طب انا مثلا بعمل صيانة للسخان ومحتاج ان انا افصل من عليه الكهرباء وابعده عن الدايرة دي مؤقتا. فهتعمل هنا مفتاح. يعني الطرف دوت اللي رايح على التغذية بتاعت الكونتاكتور. هتعمل جنب الكونتاكتور مفتاح على الطرف دوت. يعني هتخش من الكهرباء اللي داخله على تغذية الكونتاكتور. هتخش على مفتاح وتخرج منه على التغذية الكونتاكتور. ففي حالة السيانة هتقطع هتفتح المفتاح دوت وهتشتغل بامان. يبقى انت كده لغية الكهرباء اللي داخله على الكونتاكتور. فدي كده الدايرة بتاعتنا بشكلها المبسط. الدايرة دي ممكن ان احنا نطورها اكتر في حلقات تانية ان شاء الله. بس كده ده كان موضوع حلقتنا. يا رب اكوني ارتفتكم بالتوفيل الجميع. والى اللقاء.